خلونا نروح يا جماعة لما ذكرناه هنا في الحلقة بتاعة إمبارح من رقم عشرة وكنا قلنا على بعض الأسماء أو القائمة اللي تم تسربها للعيب من النادي الأهلي اللي هم حيسفروا لكأس العالم لإقلم دي حصلت خلال الساعات الماضية بعد القرار بتاع مارس الكولر باستبعاد صلاح محسن واستبعاد أحمد عبدالقادر من قائمة الفريق في بطولة كأس العالم الأندية حصل أن كابتن خالد بيبو مدير الكرة بيعقد جلسة مع السنائي صلاح وعبدالقادر طلب منهم أن هما يهدوا طلب منهم أن هما عدم أن هما ما يثروش أي مشكلات في الفترة الحالية وقال لهم أن الفرصة لسه أمامهم علشان يثبتوا نفسهم وعلشان يرجعوا تاني لحسابات الفنية للمدرب مارس الكولر في الوقت ده في اتجاه داخل نادي الأهلي أنه هو يستحب اللعيبة اللي حيتم استبعادهم من قائمة الفريق الثلاثة وعشرين اللي حيتوجهوا إلى السعودية عشان يتوجدوا مع الفريق في بطولة كأس العالم خصوصا الأسماء التالية صلاح محسن عبدالقادر كريم ندفد محمود متولي طبعا بعد تعافيه من الإصابة وده علشان سببين السبب الأول الخمس تعيبة دول حيكونوا مع الفريق في السعودية ده السببين سبب الأول أنه يكون تحسبا للحاجة لأي منهم حال إصابة أي لاعب خصوصا وأن لوائح الفيفا بتسمح بالاستبدال في حالة إصابة أي لاعب أو أي ظرف قهري كمان السبب الآخر أن الفريق حيسافر أعتقد يعني ممكن لو هو قطع عشواط في كأس العالم الأندية حيسافر من السعودية مباشرة إلى الإمارات نادي الأهلي علشان يشارك في بطولة كأس السوبر الأهلي كمان عايز يراضي اللعيبة المستبعدين إحنا لسا نكملين معكم في أخبار نادي الأهلي ياسر إبراهيم مدافع نادي الأهلي بيشارك في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بعد أن تعافى من الإصابة اللي لحقت به في أعلى الركبة ياسر بيشارك في الجزء البدني قبل ما ينفذ الجوانب الخططية خلال التدريبات بالكرة بكده بيطمئن الجهاز الطبي على حالة اللاعب بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي اللي نفذه بعد العودة من تنزانيا تنزانيا